الجارديان بترتكب خطايا دائمة ضد الدولة المصرية بلا أي مواجهة لإقافها عند حدها أفكركم سريعا مورو الكرام بدأت من يوم 4 فبراير 2011 لما قالوا أنه مبارك سروته هو وعيلته 70 مليار دولار فاكرين في 2011 70 مليار والناس عارت تنسي كلامة الحزب يحسبوا يقولوا هناخد ايه ونعمل ايه اهو دي الجارديان ودي للأسف الشديد للأسف الشديد يعني أن الكاتب الكبير محمد حسنا هيكل اللي أنا بحبه اعتمد عليها في ورحل محكمة لهم أصل الجارديان قالت هذا الكلام أنا ساعتها يعني هو الراجل هيكل ده بحجمه كبير وتاريخه هيعتمد في معلومة على جورنان الله ارحمه أنا بس بقول يعني أنا مش عايزة أطول بس بقول يا جماعة احنا مش عايزين ننسى والله الجارديان في أربعة فبراهر 2011 قالت أنه مبارك وإسلوته عندهم 70 مليار دولار في بنوك برة أكذيب وبعدين بعد أسبوع الراجل مدري التحريق عليه أنهم أخطأوا في صياغة الخبر يا سلام طيب في 36 2013 الجورنان بتاع الجارديان برضو قال أنه فيه مفيش جماهير في 36 2013 العارض قليل ده فيك ده مصورة مش عارف ايه ده ايه الجارديان وبعدين اعتذروا عنها بعدين عملوا فبراكا لتقرير عن ضعف المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2014 واعتذروا عنها ورد عليهم السفير الأهب بدوي ادهم في قدماغهم ادعت أيضا الصحيفة أن توني بلير بيعمل مستشرا لدى الحكومة المصرية وتوني بلير رد عليهم مكتبه قال لهم أنتوا كذبين في يناير 2015 السقطة بتاعت بتاعت أمل كلوني أمل عالم الدين لما قالوا في الجارديان أنه الدولة المصرية أو السلطات المصرية بتهدد باعتقال أمل كلوني أمل كلوني ردت قالت لا مش السلطات المصرية ده بعض الخبراء المختصين في شكل مصر حذروني وخوفوني أن أنا أخش في مشكلة مع المصريين مش السلطات ولم تعتذر الجارديان غير التقارير والأرقام المفابراكة اللي فابراكتها الجارديان عن السجون المصرية وقالت أن فيه ستين ألف سجين تبقوا أنه بدونا أسمائهم قالوا فيه مختفين قصرين تبقوا أنه بدونا أسمائهم زي النهاردة ما قالوا أن فيه تسعة تشر ألف وأسامة هيكل وزير الإعلام قال لهم إدونا أسمائهم في يناير في سبتمبر ألفين وتحتاشر فاكرين أيام الولد اللص اللص محمد علي قالوا فيه خروج مظاهرات تعم الشارع المصرية ولم تعتذر أرقام مزيفة وتقارير مزيفة وأخبار مزيفة بتختتمها أن فيه تسعة تشر ألف مصاب في كورونا في مصر وأنا بقول لهم إذا لم تستحف أصنع ما شئ ومن أساء العقوبة من أمن العقوبة أساء الأدب وأنا بقول للجارديان أنتوا صحيفة حقيرة وكل مراسليكم أحقر منكم وبقول تاني أنه إحنا علينا أن نكون موجهين صفعات لهذه الصحف لأنه إحنا ما فيش على رأسنا بطحة إحنا دولة دولة مؤسسات ما فيش على رأسنا بطحة آدي الجارديان وآدي ديكلان وول كل شيخ شكرا شكرا